لكن المسلمة اللي بعدها برضو وقحة في الوافا كاب كابتن مجدي طولبا من الوقاع بقى الغريبة شوية انك تبقى هو كان اهم العيب في الرباوك ودي حقيقة في الجيل ده فتعرض لإصابة في لعبه ماتش الزهاب مع مخلن البلجيكي خلص واحد واحد في اليونان وماتش العودة هيبقى في بلجيك فهو كان ركبته طرقاعة كده في اخر الماتش بتاع الزهاب ماتش خلصان واحد واحد فمش هينفع يلعب ركبه ويرمت والماتش بعدها ما فيش اسبوع والموضوع بقى صعب جدا كان المدرب اعتقد بلازوفيتش كان صربي ووقتها وهي دي اللقطة يعني اصر ان هو ياخد كابتن مجدي طولبا معا كان فيه لعيب ساعتها راح لكابتن مجدي طولبا شوف هو اول ما نزل هنا نزل في الديئة كام 82 8 داقية بس نزيلهم هو العمل الكرة اللي جاب منها الجول ده يعني اول كان ماتش واحد واحد كان مصور ركبه ويرمه والمدرب صمم ياخده معا بلجيكا ونزل اخر 8 داقية ولقى الماتش خاص يهرب منه كده مخلن يصعد لو خلص صفر صفر لانهم في بلجيكا فقال له قال له ام سخن قال له قال له بقول لك ركبه ويرمه قال له اقف في الملعب مش عايز منها حاجة تانية نزل في اللحظة دي زي ما شوفنا نزل عمل الكرة اللي جاي منها الجول وهنا هتعمل له مفراد شوف مش قادر يجري عشان الركبة بالزبط يعني هو حتى هو سريع جدا المدافع عارف يلحقه رغم انه كان هو سابق المدافع بكتير هو عايب حتى بمش قادر يوم هو عايب حتى بمش قادر يوم وفي المشهد دا حصل واقع بلاها جميلة جدا هو خلاص هم عارفين انه مش قادر يلعب فلعيب من زماية اللي قال له لأ شوف انت ترايح النهار دا كان المطش يوم الحد والاصابة حصلت له يوم السبت اللي قابله قال له هترايح حد واتنين وتلات واربعة وخميس وجمعة هتتمرن معنا السبت التمرين الخفيفة بتاعة المشه قال له هتنسل الحد عشان يوم الحد نرجع وفيه فلوس في جبنة قال له مش هينفع وعندهم ثقة كبيرة جدا وده مش من فراغ يعني هو قدم مستوى تحية هيلة جدا هناك فدي برضو من الوقاعة اللي كانت غريبة شوية في اللي وقفها كابل مشاركات المصين في بداياتها